أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهلا يا بلادي موضوعنا اليوم يهم كل بيت مصري موضوعنا عن مرض يدمر خلايا الجسم مرض العصر وهو مرض السرطان معنا ومعكم الدكتور أحمد جمال الدين سفينة مدرس واستشاري جراحة الأورام والمناظير بالأصر العيني أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بحضرتك دكتور ممكن نعرف أسباب مرض السرطان طبعا هو أسباب مرض السرطان أسباب كثير قوي بس هي بتختص الجملة بسيطة اللي هي تغير النمط الداخل للجسم الإنسان أو تغير نمط الحياة لو تكلمنا حنقسمها لعوامل الوراثية حنقوم مثلا زي سرطان السدي إن هو نسبة سرطان السدي بالنسبة للعوامل الوراثية آآ بتزيد باعتش فلمية عن إنسان عنده درجة الأولى من الأقارب عنده سرطان سدي عن الناس اللي ما عندهمش درجة قرابة بنقسمها لعوامل بقية زي مثلا تغير نمط الأطعامة الغذائية آآ سوء التغذية أو الاعتماد بالأخص على الحم المدخنة أو بعض الأطعامة اللي هي بتزود حدوث مرض السرطان آآ الإقلال من بعض الأغذية اللي هي بتقلل إنشار مرض السرطان حنقسمها للهورمونات مثلا زي اللي هو الترينج الجديد اللي الناس اللي بتستخدم رسميا عن حمله بصورة مكسفة آآ بدلا بمستخدمه لو لو بدي بتزود أورامل الرحمة أو رحمة السادي والمضايد آآ آآ تكمان التدخين آآ وتلوس البيئة بيزود احتمالية السرطان الرئة آآ 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 عوامل بقية مثلا زي الفلاح اللي في الغذية مثلا اللي في الحقلي أنه هو بيتعرض كتير للشمس بيكون معرض لبعض الأنواع السرطاني الناس اللي هي بتتعرض في حياتها إن جنرال لإشعاع أو بتكون آآ عاشر بيئة حواليها إشعاع أو خروب كده دي برضو بتزود نسبة السرطان اللي هي بتعمل خلق جيني داخل الجسم آآ طبعا أسباب السرطان أسباب كتير جدا هو كل دي عوامل آآ بتؤدي إلى تغير نمط الخلايا أو أن الخلايا تتكوصل بطريقة غير سوية آآ في اختلاف شكل أو عدد فهو ده منشأ مرض السرطان بكل عدة عوامل على حسب كل نوع في عامل واسبات يعني أفهم من حضرتك يا دكتور إن الميا والمواد الغذائية ملهاش أي سبب بموضوع السرطان لا ده سبب رئيسي إن هو تلوث المياه ببعض الحاجات آآ الناس اللي هي بتعتمد في العادات الغذائية على الدهون واللحوم والحاجات اللي هي بتعمل سمنة أو بتعمل زادة الكوليستيرول في الدم أو بتعمل خلل في الوظيفة أو بتعمل إمساج اللي بتزود أكتر السرطان الناس اللي هي بالنباتية اللي هي بتقبل فواكه وخضروات وثوايبها بتخلي البنية طبيعية أو بتقلل إمساج فبتقلل بعض أنواع السرطان لا أهلا هي علامة اللي هي أسباب رئيسية دكتور أحمد ما هي الأعراض التي تظهر على المريض بالنسبة لمرض السرطان؟ طبعا هي الأعراض مختلفة على حسب كل نوع السرطان مثلا وإحنا خدنا مثال زي سرطان القولول مثلا ببلي بعض الأعراض أو بعض العلامات اللي بتدل إن انت يجي لك عندك سرطان قولول أو عندك بداية سرطان قولول أو حتى تشكر إن في سرطان قولول زي النزيف الشرجي زي الخسان بصورة ملحوظة خلال فترة رسائرة زي خلال في الشهية إن انت مش يعني فقبان للشهية مع خسان مع هزلان مع أنيميا غير معروفة السبب لو قلنا مثلا ده مثلا كسرطان القولول مثلا سرطان السادي لو خدنا مثال تاني مثلا لو ظهرت حاجة غريبة في السادي أو ظهرت علامات على جلد السادي أو إن الحنوة بتاعت السادي راحت في اتجاه معين فكل ده طبعا بيكون من الأعراض اللي بتزهر على الإنسان بياخد بلا أنه هو دكتور أحمد احنا نزلنا وخدنا تقارير من بعد المرضى في محافظة الواد الجديد وفي معلومة كده وصلت لنا عايزين نتأكد منها من ساعت تاكد إن مرض السرطان منتشر جدا في محافظة الواد الجديد هل المعلومة دي صحيحة ولا مرض السرطان منتشر على جميع أنحاء الجمهور هذه المعلومة صحيحة فيها نسبة بها من الصحة يمكن يكون منتشر أكتر على المحافظات التانية يعني ضعف الخدمة الصحية المقدمة أو وعي المواطنين بحاجات معينة اللي لازم يعملوها عشان يكتشفوا للسرطان المبكر يعني السرطان ليه مراحل يعني هو بيبدأ مبكر وبعد كده بيبقى متقدم وبعد كده بينتشر يعني هنأخذ مثال مثلا زي سرطان السادي المفروض كل السيدات عند سن 35 بتعمل مسح للسادي عن طريق المومغرافي أو عن طريق أشعة ديال السادي أو الصنار ففي الحالات دي هي بتكتشف إن عندها سرطان أو لأ وده بيقلل بيقبل نسبة الوفيات لسرطان السادي أو نوعي أو متقدم حتى في سن صغير لو خدنا وسن سرطان القولون نفوت كل الناس عن سن 50 بتعمل منظر قولون أو حتى الوعي الثقافي إن هو إنك مثلا لو في حاجة غريبة حاصة لازم تتوجه للبكتور في وعي ثقافي في الحاجات دي كلها بتقلل شوية بدوس السرطان يمكن هو منتشر بزيادة عناك عشان فيش وعي ثقافي أو ما فيش خدمة صحية مقدمة بطريقة صحيحة أو برنامك الفحص الدوري للمواطنين وكده دي حاجة الحاجة التانية طبعا إحنا لو إحنا اكتشفنا الحاجات دي بدري بيكون علاجها مبتوها السرطان مجرد أورام حبيدة بتتشال أو عن طريق الجراحة أو عن طريق المنزار أو عن طريق التنزير أو عن طريق بعض الطرق الذاك أو حاجات كده فالحاجات دي كلها بتقلل انتشار السرطان أو إن هو ميتفجئش بعد شوية إن هو سرطان متقدم ومنتشر وكده هنطلع التقرير ونرجع تاني مع الدكتور أحمد سلم يا دكتور أحمد إيه دور حضرتك بالنسبة لمحافظة الوال الجديد وإنت إيه من أبناء محافظة الوال الجديد؟ أه كمان هو دوري كايد من أبناء محافظة أبناء يعني ابتدت في الفترة الأخيرة بعد ما يعني قدت الدكتورة أو بيت مدرس أصرائي أو يعني بعان جرامك شوية إن أنا ابتدت أروح بصورة دورية عن طريق الناس مشكولين أصحاب فضل طبعاً هو جمعية عن طريق جمعية رعاية لما تكامل المرضى السرطان بالدكتورة هو كان مجموعة من الشهر المتحمس أو من خيار الناس في المحافظة أو في مركز داخلة بالدكتورة يعني عاملوا زي جمعية بسيطة كان هدفها الأسمة يعني أنها خدمة مرضى السرطان في الدخلة أو أن هم يعني 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 يرفعوا العيب أو المشقة عن أبناء الدخلة أن هم في الأول أن هم ينقنهم للقاهرة عن طريق مكروباز أو أسيوت عن طريق مكروباز للقاهرة أو أسيوت أو يوفرهم مكان آمن أو مكان مريح في الأسيوت يوفروا ناس تقابلهم في المحافظات هذه كانت بداية الفكرة ثم اتطورت الفكرة أن احنا نعمل مركز طبي على الأقل نقوم فيه حتى الكشف الدولي على المواطنين وإجراء عاملات جراحية أو على الأقل أن احنا نعمل فيه حالات السرطان البسيطة أو في مرحيلة الأولى وأن احنا نكمل الخدمة الطبية عن طريق أن هم كمان عملوا مركز العلاج المراعات كيماوي بيتاخد في مركز في مستشفى الداخلة كمان عملوا حاجة اسميها بروغرام كامل إن العيان اللي هو بيكون مريض السرطان بيتكفلوا بنقض القاهرة وعلاجه وامتبعيته في مراحل علاجه طبعا كان دوري إن أنا كنت لازم إن أنا يعني أكون موجود معاهم كابن من أبناء المحافظة زيهم بالضبط وإن أنا بنزل دواتي بصفة دورية كل شهر تقريبا خمسة يام لأسبوع إن أنا بقوم بالكشف الدوري وبيجراء العاملات الجراحية وامتبع تحلات اللي أنا بعملها يعني هو ده كان دوري للجسيد اللي أنا قمت بيه طب في حد عرض حضرتك بالنسبة لمركز الدخلة في المركز اللي أنت كنت بيه؟ من الأطباء زميلك بالنسبة للمستشفى الدخلة حد عرضك في أي حاجة؟ لا هو ما حدش عرضني على حاجة هو الفكرة كلها إن إحنا اللي هو المركز منفصل على المستشفى الدخلة هو مركز تابع للجامعات مرض السرطان بالدخلة بالنسبة للمستشفى الدخلة هو الفكرة إن هي مستشفى حكومة فهو لازلت يباعد الكشاء يعني يدخلها بصفة رسمية هو طعم أثناء القوافل الطبية بيكون في يعني ما يكونش في يعني طيب بالنسبة لقوافل الطبية اللي حضرتك كلمت عنها هي كانت من فترة ودلوقتي اتلاهت حتى في التقارير معنا بيقول إن قوافل الطبية ممنوعة من نزولها مركز الدخلة فأي سبب منع الكوافل الطبية؟ هو ما عنديش معلومات كفية بس الفكر إن هو بلازل المستشفى يتوجه للمحافظ أو يتوجه لأن هو مسؤول الصحة في المحافظة أو في مركز الدخلة أو يعني مركز الدخلة يعني مركز الدخلة اللي موجودة ليه بكاترة بينزلوش مركز الدخلة طبع إن اللي أنا عرفه من المستشفى وأنا أدخلت فيها مجهزة يعني بحس التجيزات وموجود فيها كل حاجة تقريبا مش نقيسة حاجة زي ما بينزلوا قوافل القائدة تلزل تماما بداخلها خدمة الناس يعني فيها تمام تمام هنرجع لموضوعنا يا دكتور أحمد ممكن أعرف من ساعاتك طريقة العلاج بالنسبة لمرض السرطان؟ طريقة عيات مرض السرطان؟ مرض السرطان ده مرض حياة يعني المفوود يعني يقدر اللي بيحصل له مرض زي كده إن هو لازم يعرف إن هو هينمر بعيدة مراحل ممكن في بعض الأنواع العلاج بيكون جراحة بس في بعض الحاجات بيكون العلاج كيماوي فقط في بعض الحاجات بيكون كيماوي علاج جراحي وكيماوي إشاعي تمام إن طريقة العلاج ما بتقتصرش بس على الطرق الترديشنال اللي هو اللي أنا خلاص عملت عملية وخدت كيماوي لازم تكون فيه متابعة دورية للمرض وهل هو رجع تاني أو مثلا أو فيه بقى تانية للمرض أو فيه مرض تاني حصل أو كده فهو لازم تكون فيه متابعة دورية يعني هو صديف من إنسان طول ما هو عايش طول ما حصل لك المرض ده لازم تعرف إن هو مجرس إن انت خدت عملت عملية وخدت كيماوي بموضوع انتهى لازم تتابع متابعة دورية طب بالنسبة لعلاج كيماوي إيه أضرار؟ إحنا لو نتكلم علاج كيماوي هو طبعا في الفترة الأخيرة أو في آخر عشرين سنة بدأنا تغيرت تماما إحنا كنا بنسمع زمان إن الإعلاج الكيماوي بيحسن إنه سكوت للشعر، هبوط في المناعة، التهبات في الأمعاء، التهبات في المعدة يعني كان بيقار جدا مع تطور التكنولوجي أو تطور الإعلاج العديث مراحل مرض السرطان؟ مراحل مرض السرطان؟ مراحل مرض السرطان دعا مرض السرطان ممكن يبدأ كحاجة حميدة جدا لو أخذنا مثلا مثل السرطات قولون ممكن تبدأ كرحمية يكون علاجة سهل كده تتشد المنظار أو التنظير بعد ذلك بتبدأ مرحلة أولى إنه هو لسه موجود في قدار القولون أو كده تماما أو انتشى يعني ابتدى يوصل لقدار القولون الخارجي أو ابتدى يوصل للودد المفاوية اللي حوالين القولون أو ابتدى يروح في حاجة يعني في أرجل تاني أو عضو تاني زي الكبد أو الرئاء أو المخة أو العبد يعني هو لي مراحل دكتور أحمد ممكن تقول كلمتك لأبناء محافظة الودي الجديد بالنسبة الاستفادة من حضرتك لمرض السرطان طبعا هو اللي أنا أدرأ أقوله بس إنه إحنا لازم يبع عندنا وعي ثقافي بالمرض وإنه إحنا نقرأ عنه ونقرأ عن أسبابه وعن طرع تدعنبه وعن الفحص الدوري المفروض السيدات بتعمله بالنسبة سرطان السادي وعن متابعة دورية وعن إحنا ما نلاقي حاجة غريبة من سكوتش حتى لو طيب رعاية أولية بيكون عنده المعلومات برضو الكافة إن هو يقدر يوجهنا للمتخصص والقصة الحاجة التانية إن هو طبعا تجنب العداد الساقية في التغذية زي الحاجات المدخنة اللي يحوم مدخنة والحوم اللي هي مملحة بزيادة وزي الحاجات الأكل اللي هو فيه دهون كتير وكده ونزود من الخضروات والفلايك والسوائل مع مرس الرياضة والتمرين الرياضية يعني نحاول نبقى جسم مثالي أو جسم رياضي بحيث إن إحنا ما نصرفش بالسمنة بالسمنة اللي هي بداية السرطان أو كمان اللي هو طاهم دورة اللي هو أن أنت تروح تكشف أول بأول هو ده المناط الوحيد أو المنفذ الوحيد أن أنت تقدر تحمي نفسك أو تعالج نفسك بدري من أي حاجات كلمتك يا دكتور للمسؤولين بالنسبة للمحافظة وبالأخص محافظة الودي الجديدة تعالى المحافظة الودي الجديدة المشكور أن يعني بيقوم بمبادات جميلة في المحافظة أنا متابعة في الأخبار وكده يعني راجعي بس إن هو ينظر بعين المؤيدة والرحمة بأهل المركز الداخلة نزود الخدمة الصحية أكتر من كده شوية متابعة دورية اللي بيحصل يعني كلمتك للسيد وزير الصحة طبعا السيد وزير الصحة سيد دكتور أحمد عناد هو السيد سفعين شمس يعني هو راجل بيقوم بكل حاجة بيقدر بيعملها ما بيتأخرش في حاجة أكيد محدش طلب منه إن هو إن هو يطور الخدمة الصحية في المحافظة أنا بطلب منه إن هو يبدأ يبص المحافظة الجديدة على اسمناها محرومة شوية إن هو يبدأ يزود الخدمة الصحية الموجودة فيها شكرا لحضرتك يا دكتور أحمد وإحنا سعداء جدا إن إحنا استفدنا من حضرتك في الحلقة دي بعدما نقشنا مع حضراتكم أسباب الوقاية من هذا المرض شفاكم الله وعافاكم دمتم في أمان الله شكرا للمشاهدة